ذكرت وكالة أمبي السودان أن رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وزعت رسالة من البعثة السودانية فيها تفاصيل جديدة عن تورط الإمارات بدعم ميليشيا الدعم السريع ثم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية استولت عليها قوات الجيش في هجوم على قوات الدعم السريع وفي تفاصيل المقال جاءت الوثيقة التي تم توزيعها على الأمم المتحدة جاءت بتفاصيل المركبة العسكرية والتي هي برقم ذاد 2129 ورقم المكينة 2222655 وهذا الموديل EX300 وهي إحدى مركبات مدينة زايد العسكرية وعثر في المركبة العسكرية الإماراتية على ست وفائق مصنفة سري للغاية وتتبع للحارس الرئاسي قسم العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الإماراتية تتضمن قائمة الضباط والأفراد الإماراتيين والأسلحة ويومية التحرك لفصيلة العمليات الخاصة والتدريبات لأفراد القوات الخاصة وحملت الرسالة طلب حكومة السودان من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بوقف التدخل الإماراتي الذي وصفته بالشرير وأوضحت البعثة في رسالتها أن صمت المجلس وعدم رغبته في القيام بأي إجراء في هذا الصدد يشجع الإمارات على مواصلة عدوانها الوحشي على السودان مما يفاقم معاناة المدنيين ويقوض الأمن والسلم في السودان والإقليم بأكمله وفي تموز يوليو الماضي قالت صحيفة الجارديان البريطانية أنها حصلت على معلومات حصرية تؤكد بشكل كبير مشاركة الإمارات في الحرب الأهلية بالسودان إلى جانب قوات الدعم السريع ضد القوات الحكومية وذكرت الصحيفة أن معلومات حصلت عليها تفيد بالعثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة تعود لقوات الدعم السريع في السودان ترجمة نانسي قنقر